والدليل على ذلك نحن خرجنا مظاهرتين وانت ربطت تنزل نفسك وتنزل خابر عوالي شوها بعد ساعات من احتجاجات ذوي ضحايا تشرين أمام محكمة الناصرية ولقائهم رئيسها أصدرت المحكمة مذكرات قفض بحق عدد منهم بوصفهم متجاوزين على سلطة القضاء ومنتهكين لحرمته بعد أن اعتيهم المحكمة بالمسيسة والخاضعة للإملاءات الحزبية يستنقل مفضل موظفه السلطة القضائية في محاولة ذيقار الاعتداء السافر من قبل مجموعة لا تمثل عوالي الشهداء في المحافظة السلطة القضائية عملت من الأول يوم انطلاق الثورة تشرين بالبقوف مع الاحتجاجات السلمية في المحافظة المطالبة للحقوق المشروعة هذا التصعيد يأتي على خلفية توجه ذوي ضحايا حراك تشرين للاعتصام أمام أبواب القضاء مطالبين بالكشف عن قتالة أبنائهم وقد بدأ هذا الحراك في كربلاء مع محاولة والدة إيهاب الوزن نصب خيمتها أمام المحكمة حتى وصل إلى ذيقار ناشطون أكدوا أن ذوي الضحايا يأس من قدرة حكومة الكاظمي على تحقيق وعودها بالكشف عن القتل تحت سطوة السلاح المنفلد هذا يعكس مدى تأثير الدولة العميقة على حكومة الكاظمي ويبين أن حكومة الكاظمي مسيطر عليها ومرعوبة وهناك جهات وهي جهات لا دولة وميليشيات أخرى ودول إقليمية مسيطرة على المشهد السياسي والأمني ومكبلة لحكومة الكاظمي ويقول محللون أن الحكومة في موقف صعب بعد حدثة اعتقال القيادي في الحجد الشعبي قاسم مصلح وعدم الكشف عن قتلة المتظاهرين إلى الآن قاسم مصلح تم اعتقاله بموجب المادة أربع إرهاب وبعد أسبوعين تم أطلاق صراحه كأسرع أطلاق صراح لمتهم بالأرهاب واقعا الحكومة العراقية غير قادرة على مواجهة قتلة المتظاهرين لأنها تعلم إلى أي جهة ينتمون ومن هي الميليشيات المرتبطين بها وبحسب فوضية حقوق الإنسان فإن هناك قرابة ستمائة قتيل سقطوا في احتجاجات تشرين وما بعدها بحوادث الإختيالات فيما يحمل ذو الضحايا حكومة الكاظمي بالتراجع عن وعودها التي أطلقتها عند تشكيلها في الكشف عن قتلة المتظاهرين مما دفعهم للتصعيد والاعتصام أمام أبواب المحاكم آملين تحريك الملف ومحاسبة الجنات أسعد الزلزلي الحرة ترجمة نانسي قنقر